واتقلت قوات الأمن التركية ستة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابية ونفذت فرق مكافحة الإرهاب التركية عملية أمنية ضد أشخاص يعملون على تجنيد العناصر لصالح داعش حيث داهمت بالتعاون مع فرق العمليات الخاصة عدة منازل في منطقة باشاق شهير ما أدى لاعتقال المشتبه بهم ويواجه الموقفون تهم تجنيد عناصر لتنظيم داعش من بلدان أخرى ونقلهم إلى مناطق الاشتباك التي تواجدوا فيها باسم التنظيم عدة مرات